قد أنزل رب القرآن يغلل الناس وتبيانا محيا بهدى وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجد الكلمة وتكبلوا مني اللهم لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أن تعلمي عيوب طالبات وطالبات الصفة الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم في المراجعة النهائية في مادة الرياضيات ونتكلم على امتحان متوقع لا تنسى زيارة قناتي على تيوب قناة لجزيز تعمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد لا تنسى أن تفعل خاصية الجرس نبدأ مع بعض سؤالنا بقولي أكمل ما يأتي تعالوا نشوفوا السؤال بقوليه أكمل ما يأتي بيقولي اتنين اتناشر اتنين وعشرين نقاط 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 عايزي كامل بنفس النمط طب النمط هنا إيه يا حبايبي النمط هنانا كل مرة بنزود كام بنزود عشرة اتنين بقت اتناشر زودت عشرة الاتناشر بقت اتنين وعشرين زودت عشرة يبقى المفروض نزود كمان عشرة يبقى لازم نزود عشرة على الكام على الاتنين وعشرين طب اتنين وعشرين لو زودنا عشرة أيوا يا مستر صاحب اتنين وتلاتين يبقى هنا في اتنين وكام? اتنين وثلاثين. طب اتنين وثلاثين. زود عليها كمان عشرة. انت بقى يبقى اتنين وايه? واربعين. يبقى انا كده بنزود نفس النمط. طب لو قال لي النمط ايه? يبقى نقوله ايه? زائد ايه? زائد عشر. يبقى هنا لو قال لي النمط ايه? نقوله النمط هو زائد ايه عشرة. ان انا بنزود العشر. طيب. السؤال بعد كده بيقول لي مجموعة الاعداد الطبيعية الاقل من الاربعة. اه. ايه الاعداد تبدأ بايه? بسفر وواحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة. بس انا عايز الاعداد الاقل من الاربعة. ايه اللي يبدأ باقل من الاربعة? نقوله التلاتة. اقل من الاربعة. ايه كمان? الاتنين. اقل من الاربعة. ايه كمان? الواحد. اقل من الاربعة. برضو في اضل مين? السفر اقل من الاربعة. يبا هي دي الاعداد الطبعية الاقل من الايه? الاربعة. طيب. اللي بعد كده بيقول لي عدد فردي هنضيف له عدد زوجي يديني عدد نقط. اه كلام حلو خاصة. العدد الفردي تشوف العدد الفردي مين عدد فردي? واحد. اه ده عدد فردي صحيح يا حبيبي? طيب. وعدد زوجي. زي مين عدد زوجي? زي مين يا مستر? زي الاتنين يا مستر صحي كاد? الله ينور عليكم. طيب. تعال جمعوا العدد الفردي اللي هو واحد. مع العدد الزوجي هو اتنين. مجموعهم كام? واحد واتنين كام? تلاتة. طيب. ادي تلاتة. طيب. تعال نشوفه بقى. الايه? العدد الفردي والعدد الزوجي بيسوا عدد. التلاتة ده. عدد فردي ولا زوجي بقى اذل وقت ايه? عدد فردي ايه? نص طريقة نكتبه. عدد فردي على طول كده الخارج بتقول لي عدد فردي زي عدد زوجي. مجموحهم عدد مالو عدد فردي. بقى المجموع كده. بيدينا عدد نوع ايه? عدد ايه? الفردي. الله ينور عليكم. تعال تعال نشوفه اللي بعد كده. سؤال هنا بيقول ازا كانت ستة وتمانين في خمستاشر بتدينا ستة وتمانين في سين زائد ستة وتمانين في عشرة. فان سين بتسوي كامل? اه سؤال جميل خالص. طب ما هنا ستة وتمانين. وهنا ستة وتمانين وهنا ستة وتمانين. طيب كلام كويس. هنا بقى الخمستاشر ديت. اتحولت الى عددين. مين ومين? خمستاشر. عبارة عن عشرة زائد كام? زائد كام? اه زائد الخمسة. يبقى المفروض العدد هنا كام حبايبي خمسة. ليه? لان احنا بنقول اسمها خاصية التوزيع. اسمها خاصية الايه التوزيع? وزحت الخم الستة وتمانين على الخمسة. وزحت الستة وتمانين على العشرة. ماشي? بقى دي اسمها خاصية ايه حبيبي? التوزيع. فانا دلوقت بدل العدد ده نحطه مكانه كام? خمس? صح ولا ايه? يبقى هنا ايه خمس? لو انا بتديت نتعامل معا نقوله فالناسين هتسوي كام هنا? هتسوي الايه? الخمس. طيب. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول ايه? بيقول لي هنا. طنوا سقوط الدائرة التي محتة تمانية وتمانية. طنوا سقوط الدائرة التي محتة كام? تمانية وكم وايه? وتمانين. عايز نشوف نص القطر يسوي كام? تعالوا نشوف كده مع بعض اللي يحصل معي. طيب. يلا نشوف مع بعض يا حبيبي تاني ازاي نتعامل معا المسألة ديت. وبالراحة كده ونشوف ازاي نتعامل معها. طيب. تمانية وتمانين ده المحيط. طيب انا عايز نجيب مين? نص القطر. انا عارف ان المحيط خلاص يبقى المحيط. اهو. المحيط بتاع الدائرة يعني. لو انا اسمته. على مين? على آآ القطر كله? على مين القطر? يدينا اه? يدينا الباي. يدينا الايه هنا? الباي. طيب? انا عايز نجيب المحيط عايز نجيب الايه? القطر. يبقى ايه القطر? ماشي من هنا نقول له القطر بقى. كله? بيساوي المحيط على الباي. طيب? المحيط احنا عارفينه كام? تمانية وتمانية. بالقطر عندي اللي هو اسمه اتنين باي يعني. القطر اللي هو اسمه اتنين ايه? باي. طيب. لو انا اسمته انه بيساوي ده. الايه? المحيط كله. اللي هو تمانية وتمانية. اسمه على مين? اسمه على الباي. طيب باي بكام? باتنين وعشرين على سبعة. اتنين وعشرين على كام? على الايه? السبعة. طيب. لو انا اختصرت دولة. هيدينا القطر كله? هيطلع بكم? هيطلع بتمانية وعشرين. طب انا عايز نجيب نص القطر بس. يبقى هنا لو انا سمت دولت اللي هو القطر كله هيطلع لي بكم تمانية وايه وعشرين? طب انا عايز نجيب نص القطر وطالب مني نص القطر. طب نص القطر اللي هو ناق بس عبارة عن كام تمانية وعشرين اهوت. بقى سمعة الاتنين اللي هو نص القطر يعني حيسوي كاما حبيبي حيسوي 14 سنتيمتر يدينا كام هنا 14 سنتيمتر السؤال بعد كده بيقول لي ايه بقى الاشكال التي لها ايه لها محور تماثل بنسميها ايه دي يبقى الاشكال اللي بيكون لها محور تماثل بنسميها ايه حبيبي يبقى دي بنسميها اشكال متماثلة يبقى الاشكال التي لها محور تماثل بنسميها اشكال ايه اشكال متمثلة. دي لازم تكون عرفة كويس وفاهمها خالص. طيب. السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه? من اساليب جمع البيانات. عايز حاجة واحدة بس. يبقى من اساليب جمع البيانات حاجة اسمها التسجيل. والعد والتسجيل. يبقى من اساليب جمع البيانات الايه? العد والايه? والتسجيل. طيب. تعالى نشوف الجزياء اللي بعد كده. الجزياء بتقول هنا سؤال مهم وساهل. مساحة متوازي الاضلاع بتساوي طول القاعدة في نقط. يبقى مساحة متوازي الاضلاع بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. يبقى بنقوله مساحة متوازي الاضلاع بتساوي طول القاعدة في الايه? في الارتفاع. سؤال بعد كده بيقول لي ايه? اوجد ناتج ما يأتي. باستخدام خواص الجامعة. فطه اوجد ناتج. لما يقول لي باستخدام خواص الجامع يعني خواص الايه قال لي الدال والضمج دي اسمه خواص الايه خواص اعملية الايه الجامعة فطرح. تعال ايه بقى del وقتي بيقول لي كام اعمللي كام? تلاتة وخمسين زائد خمسة وكم. واخمسة وسبعين زائد سبعة واربعين. طب دلوقتي هنعمل ايه? هنعمل حاجة اسمها تبديل يعني نبدل يعني هنجيب التلاتة وخمسين جنبها سبعة وخمسين بنبدلو مع بعض. ليه بقى انا بدلت علشان لما نجمع تلاتة مع السبع دين عشرة. هندور على عددين. لو جمعناهم يبقى مجموحهم الدين الكامل عشر او المية او كده يعني. فلازم نجيب العداد ايه جميع بعض? اول حاجة بنعملها ان انا بنجيب نقول تلاتة وخمسين. وبعد كده جنبها السبعة واربعين. وبعد كده خمسة وسبعين بدلنا. يبقى انا كده بدلت. يبقى الخاصية اللي قدامك دي اسمها خاصية الايه? الابدال. طيب. كلام سير خالص. خطوة اللي بعد كده ان انا بنحط او نضع العددين دولات اللي هما تلاتة وخمسين وسبعة واربعين. حطهم بين خصي. خلاص. الخاصية ديت اسمها خاصية الدمج. يبقى لما تحطيت العددين دولة وضحتهم داخل ايه? خصين كده. يبقى دي اسمها خاصية الايه دلوقتي? الدمج. الخاصية اللي بعد كده او الجزء اللي بعد كده اننا هنبتدي نجمع بقى نقوله ايه? تلاتة وخمسين زائد سبعة واربعين. التلاتة زائد سبعة بعشرة. صرفوا معي كام? الواحد. خمسة واربعة تسعة. وكان معنا واحد يبقى عشر بمية. زائد الخمسة وسبعين بعد كده. هنبتدي نجمع دولة. يبقى نقوله مية زائد خمسة وسبعين. الناتج يديني مية خمسة وايه? وسبعين. يبقى انا كده استخدام خاصية للدل والايه? والدمج في الجعمة زي ما انت شايف. طيب. بيقولي هنا في الشكل المقابل اعطينا مسلس الف ده جيم مسلس. وقائم الزاوية في ايه? في الالف. وعطينا الف دل برضو. الف دل ده شايفه? عمودي على ده جيم. خلاص? وعطينا حاجات فقاة. وانت شغال كده خطي ن Petit او بصلها تلاقي هنا. قلب بيضى طل ستة سنتين. والف آآ جيم بيسوي كام تمانية سنتين? وبه دال بيساوي قابل بيساوي بيساوي عشر سنتين. اول حاجة بيقولها لي مساحة مسلس قلب بيه كم. طيب مساحة المسلس تعالى نشوفه. مساحة الايه? المسلس. طيب مساحة المسلس بتساوي ايه?つد مساحة مسلس قلب بيه جيم. بتساوي نص طل القعدة في ارتفاع. طيب. المسلس تقاقabe الزاوية. يبدأ نص طل القاعدة. القاعدة هنا هنقوله مسلا قلب بدي قاعدة. يبقى الف جيه من الارتفاع. او الف جيه من الارتفاع يبقى القاعدة. يبقى نقوله دي عبارة عن نص طول القاعدة في الارتفاع. يعني نص في تمانية في ايه? في ايه? نص في تمانية في ستة. طب اختصر. نص الستة كام? نص الستة ينقوله نص في ستة يعني نص الستة. نص الستة كام تلاتة? التلاتة في تمانية باربعة وعشرين بديه مساحة ايه مساحة المسلس طب تاني حاجة طالبها بيقول لي هاتلي الف دال هاتلي طول مين هنا الف دال طب الف دال ده لو ضربته في به يعني اه نص طول القاعدة ده يعتبر ارتفاع وبهجيم يعتبر قاعدة ماشي فانا دلوقتي هنعرف ان ايه مساحة المسلس برضو عبارة عن نص طول القاعدة اللي هي بهجيم في الارتفاع الف دال ماشي طيب ايه يبقى نقول له مساحة المسلس برضو بتساوي المسلس برضو الف بالهجيم بتساوي نص الف دال اللي هو ارتفاع هنا في الحالة دي يبقى نص القاعدة اللي هي بهجيم في الارتفاع اللي هو الف ام الف دال طيب يبقى الف دال بس كام بذلوقتي نعاواب بقى ونشوف مع بعض هيبقى عبارة عن طول الف دال بيساوي كان نضب الاتنين نقوله طول ايه يبقى اتنين في اربعة وعشرين تمانية واربين ونقسمها على بهجيم اللي هي العشرة ديت ها دينا اربعة وتمانية من ايه من عشرة يبقى نقوله تاني مع بعض الالف دال نجيبها ازاي هيقولك اتنين في المساحة على القادس يبقى انا ما نحب الطول الالف دال ده اللي هو الالف دال ده يعتبر بالنسبة لنا ارتفاع طب نجيبه ازاي نقوله عبارة عن المساحة بتحتي اللي احنا لسه جايبينها اللي هي طبت كمينة اربعة وعشرين اضربها في اتنين واسمها على القاعدة اللي هي بهجيم يعني نقوله ايه نقوله اتنين فاربعة وعشرين بتمانية واربعين اسمها على القاعدة اللي هي بهجيم كم عطيه هنا موجودة بعشر يبقى لو نختصر اربعة اه تمانية واربعين لو اسمتها على العشرة ديني اربعة وتمانية من عشر سمتيمتر يبقى ده طول الالف مين الالف دال وفي نهاية هذه الحلقة اتمنى ان تنال اعجابكم لا تنسى زيارة كناتي على كتاب قناة للسلسة العلمية والاشتراك بها حتى اصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.